مثلا سأستعمل الانستراكشن بي او اس الانستراكشن بي او اس انا هنا بدخل عندي هنا الحالة اللي موجودة عندي حاليا او انا هتخط الاوتبوت بتاعي على ايه هعمل شغلي لايه بالزبط يعني احنا هنا فور اكزامبل هنعمل الديتكشن للبوستف ايجي تريجر للامبوت مية اتنين واربعين مية اربعة وعشرين لوتو اثنين والامبت هنا بنخزن فيها الحالة اللي احنا او المكان اللي احنا هنحط فيه البريفيس ستيتوس اوف مية اربعة وعشرين دوتو لو احنا شايفين كده تقريبا تقريبا هي نفس اللي فات لكن هنا بيتيح لي ان انا اعمل كونديشنز غير الستيتوس اللي موجودة عندي يعني انا ممكن احط مجموعة من الكنديشنز اللي موجودة هنا قبل الانستراكشن الخاص بالبي او اس او البوستف ايجي ترانزيشن فالكزامبل انا ممكن اقول له مثلا ام وان دوت زيرو وهي عندي هنا اوتبوت لي البلوك اللي هو برضو بيبقى عبارة عن امبالس ونفس الكلام يقال تماما على النيج نفس الكلام تماما يقال على النيجاتيب اتج ترانزيشن يعني انا ممكن اعمل هنا في نفس النيتورك انه يعمل لي ان اي جي واخد عندي امبوت مية اربعة وعشرين تلاتة وهحط مثلا في ام زيرو دوت فور وهاخد الاوتبوت بتاعي على ام سري بوين سري ده استعمال البوستف او البوستف ايج ترانزيشن والنيجاتيب اتج ترانزيشن في شكل البلوك لو استعرضنا هذا الكلام في شكل الستيتمنت لست هلاقي زي ما احنا شايفين عندنا لو جينا نحول هذا الكلام الى الستيتمنت لست هلاقي هو نفس الانستراكشن تماما اللي هو الاف بي والاف ان طبعا عملية الاقواص دي احنا لسه هنتكلم عليها ان شاء الله انما عملية الاقواص دي احنا في الستيتمنت لست هي عشان خاطر تديني الشكل المثالي القابل للتحويل هي عشان تديني الشكل المثالي القابل للتحويل لكن هي نفس العملية بالضبط الخاصة بالبوستف ايج وي اللي هي الف بي والف ان لما هتيجي تحول هي نفس العملية تيبكة لملي اتنين احنا بالشكل اللي قدام مننا كده نكون استعرضنا مع بعض عمليات البايناري المتاحة عندنا اللي هي في البيت لوجيك اوبريشنز على مستوى التعامل مع البيت طيب انا عشان احول ملي اتنين ويبقى التعامل بتاعي واضح كده ويقبل يتحول ملي اتنين لازم نحط في حساباتنا بعض النصايح كده قلما عشان اكتب السنتاكس بتاعي بالست occult عشان احول اice الوضع لان في بقداولناس الكتير جدا جلو't say احنا ان من نوبلك برنامج برنامج طيب احنا يتحول الطبع البرنامج عشان يتحول من اللادر للستاتمنت لست مفيش مشكلة عشان يتحول من الف بي دي للستاتمنت لست مفيش مشكلة اذا كل الاشكال قبل ان هي تتحول من الستاتمنت لست لكن العكس ولا ما بحصلش لان الستاتمنت لست انت السنتكس بتاعها بيبقى سطر بسطر انما اللادر دياجرام والف بي دي بيبقى عبارة عن مجموعة من الانستراكشنز مع بعضها بيبقى مجموعة من الانستراكشنز مع بعضها لو تكتبت الانستلاكشن بشكل المثالي للسينتكس اللي هو الخاص باللاثر أو الافي بي دي العملية بالتأكيد بتتحول لكن في نصيح كتير لازم ناخد بالنا منها موضوع الأقواس يعني هنا في عمليات عندنا اللي هي بنسميها النستد اوبريشنز النستد اوبريشنز اللي هي العمليات المتدخلة العمليات المتدخلة اللي انت تلاقي عندك أكتر من عملية في نفس الوقت يعني في مثل ممكن عندك تلاقي في عندك أند وفي عندك بعد كده في أور في وسط العملية وبعد كده في ممكن تكون في أور تانية ما فيش مشكلة خالص كل الكلام دون ازاي تعمله ازاي نعمل حاجة زي كده وتبقى قبلة للتحويل للشكل اللي قدام مننا دون احنا هنعمل الشكل اللي قدام مننا بشكل اللادر الاول وبعدين هنشوف هيتعامل ازاي بشكل الستيتمنت لست نعمل الشكل اللي قدام مننا دون زي ما قلنا معمول باللادر لو جيت احاوله للستيتمنت لست هلاقيه سهل جدا التحويل لكن لاحظ ان بقى عندنا فيه أقواس الأقواس دي اللي هي عملية التداخل ما بين العمليات وبعضها اللي هي بتحكم التداخل دون هنرجع تاني لللادر دياجرام وحنشوف العمليات اللي قدام مننا أنا والحاجة عندي عمليات أند كم عمليات أند؟ واحد اتنين تلاتة اربع عمليات أند وفيه عمليتين أور لكن فيه تداخل بين العمليات يعني أنا فيه عملية أورنج هنا بتتم وبعدها قبلها عملية أند طب نشوف نعمل الكلام دون فيه نتورك جديدة ونشوف هيتحول ازاي أنا هعمل الستيتمنت لست وابدأ أشوف في النتورك الجديدة اللي موجود عنه بالخصفắn هقول له أند 1.0 وبعدها هقول له أند وهفتح قوص هفتح قوص ليه؟ أنا هفتح قوص هنا لأن هبدأ أعمل عملية تانية اللي هي عملية الأور يعني أنا كأنني هنا بشوف عملية جديدة اللي هي أور بن r 2 هقول له مثلا أور إمبوت 1.1 وهقول له أور تاني إمبوت 1.2 وهقول له or input 1.3 وهقفل القوس على الحالة اللي أنا عليه وبعد كده هقول له ending مع input 1.4 وبعدين هقول له ending وافتح قوس وبعدين أقول له or لإمبوت 1.5 or input 1.6 or or input 1.7 وبعدين هقفل القوس وبعدين هقول له and input 2.0 and input 2.1 assigned لq2.0 أنا كده كتبت الانستركشن بتاعي بالستاتمنت لست هذا الشكل الطبيعي أنه هو قابل للتحويل لللادر دياجرار هنشوف الكلام اللي احنا كتبناه دون قابل للتحويل ولا لا هنعمل جاست حاجة بسيطة جدا ونقول له حولينا الكلام دا لللادر زي ما احنا شايفين تم تحويل الشكل لللادر دياجرام فبهذه الطريقة أنا لما بعمل عملية الشغل بتاعي أو الانستركشن بتاعتي بكتبها بشكل سنتكس سليم وبعمل حساب عمليات النستنج اللي موجودة عندي خلاص العمليات بتبقى قابلة للتحويل لللادر دياجرام وكمان للFBD لو جيت احمل للFBD قابلة للتحويل للFBD ودول الاشكال اللي موجودة عندي كمان من الملاحظات المهمة جدا ان انا احاول ان ما يكونش عندي غير اوتبوت واحد في النتورك الوحدة دي من الحاجات المهمة جدا ان انا ما يكونش عندي غير اوتبوت واحد في بعض العمليات الخاصة اللي بتتطلب بعض الامور اللي هي هتبقى في الحاجات اللي بعد كده يعني مثلا زي الكلام اللي قدام مننا دوان والانستركشن بي ال دي وبعض الحاجات هنشوفها بعد كده اللي هي في الشكل المثالي الكلام دوان انا بحتاجه لازم بكتوبه بنفس السينتكس لو عايز احول من ده لده لكن لو انا شايف ان السينتكس هيبقى صعب علي ان انا اكتبه بالستيتمنتلست مفيش مشكلة خالص وممكن اعمل الكلام دوان باللدر طبعا الستيتمنتلست بتناسب بعض التطبقات بتلاقي نفسك مضطر ان انت تكتوبها بالستيتمنتلست يا اما لسهولة العملية يا اما لسهولة الحسابات خصوصا كمان الناس اللي اتعاملت مع البرمجة بالهاي ليبل لانجوج بيبقى سهل بالنسبة لك جدا ان هي تتعامل بالستيتمنتلست وان كان الامور اللي هي اللوجيك والكلام دوان الاعطال والحاجات دي وتتبعها وتجميع الامبوتس والكونديشنز بتاعتك في التشغيل يفضل دايما انك انت تعملها بشكل لدر لكن ده ما يمنعش ان احنا نتقن للتلت طرق اللي موجودين عندنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته